يحتوي الكتاب على مجموعة كبيرة جداً مما يعبر عنه في المنطق بمغالطة الترهيب المقصود من مغالطة الترهيب أنه يأتي بعبارات كبيرة جداً تبين أن الطرف الآخر الذي يقف أمام هذه الفكرة ليس لديه شيء من الفهد وفي القبال وفي المقابل لا يقدم أي دليل على الدعوة التي يدعيها هذه تسمى في علم المنطق بمغالطة الترهيب أذكر مثال على هذه المغالطة ثم أذكر الصفحات التي يمكن أن يقاس عليها أيضاً يقولون مثلاً في قاعدة الضمائر هذه القاعدة أخل بها المفسرون قاطبة وهتك بها نظام اللسان العربي فلم يعد النص يشف عن معنى أكيد تلك التي لو أعيد النظر فيها فقط لتغير النظر إلى كثير من العقائد ولسقط نصف التفسير الموجود بين أيدينا ما هو الدليل بعد ذلك على هذه القاعدة التي تقولها لماذا تستخدم هذا الأسلوب أننا سنأتي بأمر سيسقط نصف التفسير الذي لديكم سنأتي بأمر هذا الأمر كل من استخدمه هتك نظام اللسان العربي مع أنهم لم يبينوا ما هو اللسان العربي المبين الذي يعتمدون عليه وعلى هذا القياس من التعبيرات الكثير الكثير مما ذكرواه في كتابهم من باب المثال الصفحة الثالثة عشر نفس العبارة الرابعة عشر السادسة عشر العشرون واحد عشرين ثلاثة وخمسين أربعة وخمسين خمسة وستين صفحات كلها مملوءة بمثل هذه التعبيرات لغة هجومية حادة على كل فكرة تضاد الفكرة التي يريدون أن يطرحونها بحيث يجعلون من قارئ هذه العبارة تدخله الرهب من المخالفة هذا نوع من أنواع المغالطات التي استخدموها أيضا في كل الكتاب